ننتقل لأول فقراتنا لليوم ولمساحتنا الطبية السمنة أو البدانة خلينا نقول هي عقدة ناس كتير يعني من المظهر الخارجي والشكل الجمالي ممكن يسبب لهم عقدة نفسية ممكن دائما يكون عندهم هوس موضوع أنه أنا سمين أنا نفسيا ما بدي أطلع من البيت ولكن اليوم بدنا نضوي على الناحية الطبية الصحية هاي البدانة وهاي الصحة عم بيكون إلى تأثير جدا سلبي على الصحة العامة وخاصة الأشخاص اللي عندهم أمراض قلبية أمراض السكر أمراض الضغط دائما الأطباء بيروحوا بينصحوا لحمية غذائية صحيحة بالإضافة للأنشطاء الرياضي اليوم رح نتوسع بهذا الموضوع ونعرف أكثر وظيفنا لليوم هو الدكتور سليمان عبدالله بركات ماجستير في الجراحة العامة التنظيرية وجراحة البدانة صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك سعد صباحكم جميعا كيفاك؟ تمام الحمد لله أنت كنت كون الحمد لله من شكر الله دائما نقول الحمد لله على كل شيء ودائما نقول الحمد لله على الصحة أكيد الصحة هي تاج ولكن مو الصحة اللي نحن من نروح عليها للأمراض والبدانة بداية حكيم خلينا نروح للتعريف العام لموضوع السمنة والبدانة على طول نحن لازم نفرق بين يعني مو كل سمنة هي سمنة في شيء اسمه زيادة وزن وفي شيء اسمه السمنة مرضية هذا في معايير معينة غالبا نغضع عن طريق البي ام اي فمنحسب الطول والوزن بيطلع معنا رقم فحسب الرقم نحن منحدد شو هو عد المعيار دكتور؟ البي ام اي هو الوزن بالكيلو جرام والطول على تقسيم الطول بالمتر تمام مربع الطول بالمتر هل تكون معيار ثابت لكل الاشخاص؟ لا ما نثابت لكل الاشخاص لانه في ناس رياضيين عندهم كتلة العضلات كبيرة وبتعطي وزن فبيطلع هو بالرقم نفسه تبع نفس السمنة لكن لم نعتبره سمين او عنده سمنة او وزن زايد لانه هذا عبارة عن عضلات كتلة رياضية ما نودهون زايدة حكيم اليوم طالما ممكن تكون سمنة كونه فيه اليوم نحيا عن كتلة عضلية اليوم فيه اعراض للاشخاص اللي عندهم هيئة السمنة شو اهم الاعراض او المؤشرات اللي بتدلك اليوم انه هذا الشخص عنده سمنة؟ الاهم الاعراض هي حاله المريض هو اللي بيقلنا اياها هي زيادة الدهون وتجمعها باماكن غير مرغوبة وممكن زيادتها بشكل ملحوظ جدا يعني مثل البطن الخواص تمام اهم شيء البطن والخواصر خاصة الصبايا كتير بدكت عن موضوع موضوع الابداف موضوع الذراعين بشكل عام عند الشباب كمان نفس الشيء بس انه اكتر شيء البطن وممكن بالثديين احيانا يصير فيه موضوع من سمية ثدي هذا موضوع تاني كمان ممكن يصير طيب خلينا نروح لي الاسباب وهي كتير يعني ممكن نشوف نحن الطفل خلقان بدين او سمين يعني هلا خاصة عند الاطفال نحن نتوجه للأسباب اليوراثية العائلية من سمية هلا بكتير بيراجعنا عائلة كاملة ملاقية كلاتها عندهم سمنة هلو تمام؟ فطبعا في جزء منهم منعالجوا علاج بسيط دوائي او تغيير نمط الحياة الى اخرية في منهم بحتاجوا للجراحة طيب هنروح لي الجراحة اللي هي هلا الترنت خلينا نقول ضمن السوق التجميلي ولكن خلينا نروح بداية لمضاعفات الصحية اللي بتأثر على صحة الانسان وقتل بكون الانسان مهمل وعنده بدانة واسمنة وما بنتبه لهذا الموضوع اكيد في مضاعفات هتأثر عليك اكيد من اهم هاي المضاعفات او الامراض اللي بتصير لبعدين نتيجة السمنة هي مرض السكري اللي هو مرض العصر ومبارح كنت عم شوف انه منظمة الصحة العالمية عم تقول انه في عنا مليار انسان مصاب بالسمنة هذا الموضوع كتير مهم وشائع بالبشرية رقم اثنين عنا امراض القلب والاوعية وفي عنا كمان موضوع المفاصل الرئيسية خاصة اللي هي حامل جسم سيتقل على المفاصل يا دكتور تماما اكيد نتيجة الوزن الزايد طيب اليوم هدول المضاعفات كرمان احنا ما نروح للمضاعفات الخطيرة وخاصة في اشخاص عندهم امراض مزمنة اليوم في طرق علاج للسمنة بعيدا عن الشق التجميلي رح نروح عليه خلينا نروح بصحيا اليوم حضرتك حكيم شو هي الخطة اللي ممكن تعطيها للمريض تماما هلأ كل مريض نحن ممكن نعالجه بطريقة معينة يعني هلأ في عنا فرط وزن او زيادة وزن بسيطة ممكن نعالجه بالأدوية هلأ ممكن نرجع لتاريخه المرضي احيانا بتكون السمنة نتيجة امراض واهم هي قصور الغدية الدرقية مثلا فمنعالج السبب احيانا ممكن مرض السكري بحد ذاته يكون هو سبب السمنة وممكن تكون السمنة تؤدي لمرض السكري احيانا دكتور بيقول له نقص فيتاميندال بيعمل سمنة او تثبيت للوزن هل هذا شيء طبيا صح؟ هلأ معنى مثبت صراحة مية بالمية لكن يعني يقال هالشي هذا طيب وقائيا اليوم يعني كيف اليوم الانسان قادر انه يبعد عن موضوع السمنة او البدانة نحنا اليوم مجتمع شرقي متعودين على الاكل الدسم على الحلويات حتى اليوم لو ولو الظروف الاقتصادية عم تعمل وقايا لحالة خلينا نقول ولكن خلص نحنا كمجتمع متعودين على هي الطريقة او النظام الغذائي اليوم شو اهم الطرق اللي بتبعدنا عن موضوع السمنة؟ هلأ رقم واحد هو النشاط البدني يعني بتلاقي ناس بيأكل منيح بيأكل كتير بس ما بيسمن لانه عنده نشاط بدني اهم المشي لرياضة المتوازنة لرياضة اليومية يعني هاي اهم طرق الوقاية ونبعد عن الاكلات الدسمين بعد الحلويات هلأ منخفف قدر الامكان دكتور انتي مع اليوم الحرمان او مع التقليل بالكميات؟ هلأ توزيعة بشكل يعني معتدل يعني اكيد الواحد ما يحرم نفسه من شيء لكن بمقادير معينة معتدلة ونركز على المواضيع اللي هي بتفيدنا مثل الفواكه الخضروات اللي مليئة بالالياف والسوائل فهي هاي رقم واحد بتفيدنا وما بتسبب سمنة وبتعطي شعور بالشبع امتلاء بالمعدة بس ولكن مثل ما قلنا حكي من اليوم نحن عنا عادات صحية خاطئة تعودنا عليها ونشأنا عليها لهيك بتلاقي يعني معظم الاشخاص عندهم مشكلة بمنطقة البطن ولهيك منروح وقتل منعجز نحن عن اليوم ناخد إن كان حب التنحيف ما بمشي حاله إن كان نظام الغذائي منمل بصير عنا تعصيب فمنروح لي الاجراء التجمية واليوم شفنا الشائع هو قص المعدة ولكن هذا الاجراء مو كل اشخاص مؤهلين انه ندخلوا غرفة عمليات اليوم ويروح لهذا الاجراء بداية خلينا نوضح شو نظام هاي العملية تمام هلا عملية قص المعدة أو السليف بتتسمى هي عملية قص المعدة طوليا هلا المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة بيجينا أوزان أحيانا 140 150 170 200 كيلوغرام يعني أوزان مختلفة فبتكون المعدة متوسعة بشكل عرضي فنحن قص طولي للمعدة نعم تقريبا 80% بيضل فبيضل هو بشكل الموزي تقريبا الجزء المتبقي يلي هو بيخزن الطعم طيب المعدة فيما بعد هلا بيرجع بيقولوا انه المعدة اذا عملت دايت بتاخد حجم جديد انه انتي قللت كمية واليوم بيقص المعدة هل هي نفس الشي انه ممكن اذا رجع يأكل بشارها ترجع تتوسع المعدة ولا لا خلص اخدت لا ممكن منسميها نحنا نكس عملية نكس يعني بينكس المريض ليش لأنه هو نحنا في تعليمات معينة بنعطيها لأشهر يعني احنا بنعمل العملية بالتنظير بتصير العملية بالمشفى طبعا تخدير عام بنعطي توصيات للمريض من أول يوم لأشهر فهو بعد هل ستة شهر مثلا اخيان أو بعد سنة في ناس لاحظنا انه عم يرجعوا يكسبوا نحنا العملية هي عملية اجبار او نحنا بنعطي شيء اكيد انه يمشي عليه نظام كامل غذائي يعني احنا بموضوع غد صل معدي بنشتغل على الموضوع الاكل او تنظيم الوجبات الحياة اليومية طبعا بتزامن طبعا بتزامن عملت مؤلمة يعني قالوا لي مدة الاستشفاء كانت صعبة عليهم وتعودا على نظام غذائي كانت كتير صعب وبدو رعاية جدا للمريض طبعا هلأ هو موضوع شخصي بيرجع موضوع الزعاج بعد العملية لكن احنا هي عملية صارت شائعة جدا بتتم تقريبا مدتها ساعة ساعة وربع بالتنظير طبعا عن طريق السقوب والمريض بيتخرج تاني يوم الصباح على بيته بيبلش طبعا شوي شوي بالتدريج شرب مي عصير حمية رائقة بعدين عصير طبعا حتى العصائر في ناس بتفكر انه العصير الطبيعي كمان انه مسموح على طول انه في سكر بقلبه لا هو بالعكس مركز خاصة العناب في كتير فواكه العناب البرتقال لما نحنا نعصره فنحنا عم نزيد كمية السكر صحيح بالعصير فهو بمقادير معتدلة دائما شائع انه خدوا شي طبيعي بفيك ما بيتحول لسكريات الى اخر طب اليوم ممكن للاشخاص اليوم مرشحين لهيئة العملية شو هي الاوزان دكتور اليوم اللي يعني ممكن تدخل غرفة عمليات اكيد نحنا في عنا معايير معينة نعم لهذا الموضوع مثل طيب اليوم بيدخلوا غرفة العمليات بوزن معين شو هو؟ نعم المعايير هي بي ام اي منمشي عليه تمام هلا نحنا لحد الخمسة وعشرين بالبي ام اي اللي حكينا فيه هو الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر فهو لحد الخمسة وعشرين يعتبر وزن طبيعي او صحي خلينا نسمي خمسة وعشرين كيلو جرام نحنا عمقول نحنا تحت لا مو خمسة وعشرين كيلو جرام الرقم اللي هو البي ام اي اوكي خمسة وعشرين تمام يعني ما فيه وزن معين عنا لانه فيه وزن وفيه طول عن طريق الحساب القسمة بيطلع معنا رقم فلحد من 18 ونص تقريبا للخمسة وعشرين فنحنا منعتبره صحي او طبيعي نعم من الخمسة وعشرين للثلاثين فيه زيادة وزن لكن ما بيستدعي عمريض قسمة ولكن اليوم عم استجهلوا يمكن القصة تماما وهي أسهل شيء صحيح طبعا هذا بيرجع هذا واجب الطبيب انه يوضح ويساعد المريض او المريضة بهالموضوع هاد لكن كل شيء بي ام اي فوق الثلاثين غالبا عم يكون مرشح لعمريض قسمة طب اليوم يعني خلينا نقول بالنواحي الإيجابية هي نزول الوزن من رشاقة للجسم المظهر الجمالي لان اليوم يعني من الأشخاص اللي شفنا هون صار جدا جميل ولكن اليوم في مضاعفات جانبية بتشوف ان اذا اكلوا يعني لقمة زيادة بينزعجوا عندهم الاستفراغ دائما موجود عند بعض الأشخاص شو مضاعفاتها دكتور او سلبياتها خلينا نقول هلا هاي السلبيات اللي عم نحكي عنا هي موجودة في حال ما التزمنا مية بالمية بالتعليمات الطبيب هي نحنا عطول من ننصح بانه الوجبات تكون متعددة مثلا كل ساعة لأمتين ثلاثة أربعة لأم كل ساعة سوائل من ركز على الشرب الممي مثلا ونحنا منعطي بأول فترة منعطي مضاد قياق مشان ما يصير هالموضوعهات طيب دكتور اليوم في اشخاص تفقد 30 كيلو في اشخاص تفقد 50 كيلو حسب طبيعة الجسم والحرق دائما منقول فيه اشخاص بيأكلوا خبز كتير وبتلاقيهم حاف واشخاص بيأكلوا هالأطعاب بتطلع بجسم الفرق منقول نحنا اليوم عندهم اشخاص حرقون كتير أو النوع معدل حرق عندهم بجسمهم كتير طيب هذا الوزن اللي فقد عند الشخص اوكي راح الجلد شو وضعه ترهل شو وضعه يعني كيف يتم معالجته تماما هلا نحنا غالبا عم يصير عند الاوزان الكبيرة كتير فوق المية ومية وعشرين ومية واربعين بيجينا أوزان نحنا مية وسبعين كيلو جرام ميتين كيلو جرام فهذا غالبا الأوزان العالية عم نلاحظ أنه بعد ستة شهر أو سنة عم يصير في ترهل كبير خاصة إذا ما تبع هالنقص الوزن نشاط بدني ورياضة وصباحة وإلى آخرية فنحنا منتجه لعمريات تجميل الجلد قص؟ قص الجلد طبعا سعيم وليمي أكثر من قص المعدة ممكن يعني تمام فغالبا عم يكون ترهلات بالبطن بالفغزين بالذراعين خاصة عند السيدات كتير بنزعجوا من موضوع ترهلات الذراعين فنلجأ أكيد لتجميلة عن طريق الجراحة طب اليوم شو تحب تتوجه للناس اللي عم نشوفنا دكتور اليوم إن كان وقائيا إن كان طبييا بنصائح إن كان للحمية أو كان لما بعد عمليات التجميلية بقص المعدة أو الشفط العادي اللي عم نشوفه هلأ أكيد ننصحن رقم واحد بزيادة النشاط البدني يعني إحنا اليوم كلياتنا حتى نحن يعني اعتمدنا على تعرفي السيارة ما عد مشينا منيح ما عد لعبنا رياضة كما يجب يعني الرياضة المتوازنة الحمية المتوازنة ممكن تساعد نركز على الموضوع نظام غذائي معين تمام وأكيد يعني بنصح المريض خاصة اللي عنده أمراض مرافقة وزن زايد مع أمراض مرافقة مثل السكري خاصة أمراض القلب المفاصل أكيد ما يتردد بموضوع العمل الجراحي طبعا بعد استشارة الطبيب يعني ممكن المريض نحن هو بحاجة لأصمدة في إتي عملات فأنا رايحة أعمل وأنا إجراء تاني كمان منتشر جدا حكيم وصرنا شوفه عمليين يتساوى ضمن العمليات وهو الشفط ما بعرف شو التقنية اليدوية يعني بتخدير موضعي وليس تخدير عام شوفت الدهون من منطقة محددة شو رأيك بهذا الموضوع؟ إجراء يعتبر بسيط وشائع حاليا وكتير مطلوب من خلال أكتر شيء الصبايا هلأ بيتم بالتخدير الموضعي ببعض الأماكن وبيتم بالتخدير العام إذا كانت حجم الدهون كبير تمام؟ كيف في العيادة بيكون يعني؟ هلأ بيجينا كتير صبايا يزعجون موضوع الأغلوق أو الدأن المزدوجة صحيح تمام؟ فهذا إجراء بسيط يتم بالتخدير الموضعي ضمن العيادة وتأخذ نتيجة مباشرة وبيضل في وزمات بسيطة طبعا بتخف نعطي علاج متمة والأمور بتصير تمام موضوع مثل مثل البطن البطن يعتبر منطقة كبيرة فغالبا نحن نفضل بالتخدير العام أقل إزعاج للمريضة وأقل ألم حتى لو كان كتلت له صغيرة بتفضله التخدير العام؟ هلأ إذا كتلتوا بسيطة أكيد ممكن يتم بالتخدير الموضعي عبر السقوط بسيطة وما في أي إزعاج طيب بيأخذ نفس اليوم نتيجة بيقولوا أنه أطباء بيقولوا كتير أنه نحن بالتخدير العام ناخد راحتنا أكتر منقسة أكتر بسحب الدهون ولكن بالتخدير الموضعي يعني منخاف على ألم المريض ولكن معناته اليوم في فرق بالنتيجتين دكتور؟ هلأ هي الكمية هي اللي بتلعب دور بالقرار إذا كان تخدير موضعي أو تخدير عام يعني إذا كانت كميات كبيرة بطن خواصر إلى آخره أكيد يعني التخدير العام أفضل فهو يعطي نتائج أفضل نحن مباشرة بس انتهت العملية تلبس مشد المريضة أو المريض وبتابع عليه تقريبا شهر بلتزم بالتعليمات طبعا رح يكون في شوية وزمات النتيجة بتطلع مباشرة لكن رح يكون في شوية وزمات نتيجة حقن المواد حقن الدكائين مع الأدرينالين فيه أمور معينة بتصير لما تخف الوزم بشكل كامل بتبين النتيجة بشكل نهائي بس ولكن عم يرجعوا يسمنوا بنفس المناطق ليش دكتور؟ بنرجع لموضوع الوقاية بنرجع لموضوع الحمية المتوازنة بنرجع لموضوع النشاط البدني بنركز عليه بيأثر عليه حتى لبس المشد بيقولوا أنه في فترة معينة إذا ما التزم المريض بالوقت أو هيك يمكن يعمل ترهل الجلد هل اليوم المشد بقائيا قادر أنه يمنع ترهل الجلد أو لا نحن أيضا بحاجة للنشاط الرياضي؟ طبعا المشد كتير مهم نحن منكد عليه أول شهر والشهر الثاني ونرجع كمان لموضوع النشاط البدني وخاصة السباحة كثير كثير ممتازة تعطينا وقاية لتجمع الدهون مرة ثانية طيب دكتور في أشخاص بيعملوها لهيئة العملية ونحن نشوفهم من المجتمع حوالينا وبرجعوا بعد سنة بيعيدوا بنفس المنطقة هل اليوم طبيا مسموح أن تدخل إمكان غرفة عمليات أو عيادة طبيب تحت تخدير الموضع أو إمكان عام وتعمل هذا الإجراء مرة وثنتين وثلاثة؟ طبعا مو مباشرة آمن بفترات ممكن تكون طويلة شوي يعني بعد سنة سنتين طبعا هي عم ترجع لأنه الوارد عم يرجع الوارد فعم يرجع يتكدس هالدهون هاي بالمنطقة هاي نفسها ممكن نحن لأنه نحن شغلنا كلاته تحت الجلد فقط بموضوع الدهون فالموضوع آمن لكن تحت إشراف الطبيب مباشرة طيب دكتور اليوم يعني هذا الموضوع بيهم ناس كتير كلنا بيهمنا يعني اليوم نحيفي حافظ على هاي الرشاقة وأكيد اللي عندهم سمني وبداني ياخدوا من نصائحك نشكر حضورك لليوم الدكتور سليمان عبد الله بركاته حضورتك ماجستير في الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة البدانة شكرا حكيم لوجودك شكرا لكم أهلا وسهلا فيك